صلت سفير المغرب في الولايات المتحدة يوسف العمراني الضوء على تاريخ الشراكة بين المغرب وحلف شمال أطلسي مبرزا أن المملكة منذ إطلاق الحوار المتوسطي سعت على الدوام بالنظر لدورها الريادي إلى إرساء تعاون منفعة متبادلة مع الحلف بغية تنسيق الاستجابة للتحديات والتهديدات المشتركة وأوضح العمراني خلال المنتدى العام لحلف شمال أطلسي على أهم الشقمة واشنطن أوضح أن هذه العلاقات تنسجم مع مبادئ الأمن الجماعي غير القابل للتجزئة وفي هذا الصدد أبرز يوسف العمراني ضرورة تعزيز والارتقاء بالحوار السياسي بين حلف شمال أطلسي وشركائه في الجنوب موضحا أن الحوار السياسي المتين والمتماسك يكتسي أهمية قصوى في أفق النهوض بالتفاهم وإرساء تعاون عملي قائم على الثقة وتطرق الدبلوماسي إلى الرؤية الأطلسية لجلالة الملك مبرزا هذه المقاربة التكاملية وتنسيق الجهود الدولية يضيف السفير والتي توجد في صلب الرؤية الملكية التي تحرص على الانسجام بين تطلعات المواطنات والمواطنين الأفارقة باستراتيجيات تركز على الاندماج والتقاسم والتضامن